موسيقى تتابعون الأخبار الرئيسية من القناة الجزائر الدولية أهلا بكم وإليكم قراءة في العنوين الجزائر تقرر سحب سافيرها لدى باريس بأثر فوري تصف قرار الحكومة الفرنسية بشأن الصحراء الغربية بالاستخفاف والاستهتار الكبيرين دون تقييم متبصر العواقب وتؤكد بأنه انتهاك للشرعية الدولية وتنكر لحق الشعب الصحروي موسيقى البوليثاريوتو ثمن عاليا موقف الجزائر في إدانة قرار فرنسا تصف قرار الحكومة الفرنسية بالعدائي والخطير تدعو إلى إسقاط فرنسا من عضوية بحثة مينارسو وتتهم باريس بزعزعة استقرار المنطقة على نطاق واسع موسيقى واستغارات النصيونية مكثفة على مدينة غزة مقابر جماعية لعشرات الشهداء في رفخ وخانيونس بعد انسحاب الاحتلال وواحد وعشرون شهيدا فلسطينيا في قصف صيوني على مخيمي البريج والنصيرات موسيقى انتشار واسع ومقلق للأمراض الجلدية بين أطفال النازحين الفلسطينيين في غزة أنروا ترصد أكثر من أربعين ألف إصابة أسبوعيا بالتهاب الكبد والأمم المتحدة تستنكر استهداف الاحتلال للمنشآت الحيوية والبنى التحتية موسيقى تزامنا مع تحذيرات دولية من حرب إقليمية شاملة قتلى وجرحة في غارة صيونية على مبنى سكني في الضحية الجنوبية لبيروت ودول جديدة تدعو رعاية إلى مغادرة لبنان وتجنب السفري إليها موسيقى أهلا بكم مجددا وبداية قررت الجزائر الثلاثاء سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة الخارجية الجزائرية أوضحت في بيان لها أن القائمة بالأعمال هو من سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري من الآن فصاعدا قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال الخارجية الجزائرية اعتبرت إقدام الحكومة الفرنسية على هذه الخطوة استخفافا واستهتارا كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها الجزائر شددت في البيان ذاته على أن الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي المزعوم تهاك للشرعية الدولية وتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدعوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مصاري تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضوياتها الدائمة في مجلس الأمن الأممي هذا ويدرج خبراءه قرار حكومة تصريف الأعمال الفرنسية بشأن الصحراء الغربية على تقديمها إلى النظام المغربي باعتباره خطوة لن تغير من الحقائق القانونية والتاريخية للقضية بوصفها ملفا لتصفية الاستعمار لكنه قرار يعكس أيضا تخبط باريس في التعامل مع القضايا الدولية في ظل انحصار نفوذها إفريقيا كما كان منتظرا فرنسا تكشف من جديد عن وجهها الحقيقي الذي يحن إلى ماضي استعماري أسود بسقوطها في هوة الاعتراف في المخز بالمخطط المغربي المأزوم مخطط يعتبر بأن الأساس الوحيد لحل نزاع الصحراء الغربية لن يتأتى إلا عبر حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية المزعومة لتقدم بذلك باريس لنظام المخزن هدية مجانية دون جدوى أو بالأحرى من دون تأثير على اعتبار أن قرار الرئيس الفرنسي لن يغير شيئا من الحقائق القانونية والتاريخية بوصف الملف مدرجا ضمن لوائح الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار هذه الخطوة تأكسه بشكل جلي تخبطا فرنسيا جاوز كل الحدود وصل إلى غاية انتهاك الشرعية الدولية ومناقضة كل الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار لتبرهن فرنسا من وراء هذه السقطة على وفائها لنهج داست من خلاله على حقوق الشعب واستئثارها بخيراته من دون أي اعتبار كشفة بذلك عن محاولاتها العابثة في مدارات إفلاسها المعلن في إفريقيا ومساعيها لاستعادة مجدها الضائع في القارة عبر مغامرات دبلوماسية غير محسوبة العواقب قرار يعكس مرة أخرى سقطة فرنسية في التعامل مع القضايا الدولية التي حصلت باريس منذ عقود خاصة في ظل تنامي موجة مناهضة موجودة في الساحل لتضع فرنسا الساحل برمته على كف عفريت وتفاقم أكثر من أي وقت مضى من تهديدات عدم الاستقرار في المنطقة الهشة أصلا وتدفع بها متعمدة إلى حافة الانفجار عربت جبهة البوليساريو عن تقديرها وامتنانها للجزائر عقب أعلانها سحب سفيرها لدى فرنسا إترى إقدام الأخيرة على دعم ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي الذي يسعى الاحتلال المغربي لفرضه على الشعب الصحراوي البوليساريو ثمنت في بيان الثلاثاء الإدانة الجزائرية للموقف الفرنسي الأخير مشيرة إلى أنه يؤكد حرص الجزائر الدائم على نصرة القضايا العادلة ويعكس موقفها الثابت في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي المشروعي وغير القابل للتصرف في تغرير المصيري والاستقلال يقدم المكتب تقديره وامتنانه للشقيق الجزائر مثمنا عاليا إدانتها للموقف الفرنسي الأخير والذي يؤكد حرصها الدائم على نصرة القضايا العادلة ويعكس موقفها الثابت في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال كما نددت جبهة البوليساريو بأقصى عبارة التنديد بموقف الحكومة الفرنسية الداعم لمخطط الحكم الذاتي المزعوم من قبل المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة بيانون عن المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو أكد الثلاثاء أن الجبهة تعتبر الموقف الفرنسي دعما للحرب التوسعية المغربية يهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه التابت في تقرير المصير والاستقلال يندد مكتب الأمانة العامة لجبهة البوليساريو بأقصى عبارات التنديد بالموقف الفرنسي الأخير الداعم علنا للحرب التوسعية للاحتلال المغربي الظالم ومساندة الحكم الذاتي الذي يهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال وهو ما تكفله كل المواثيق والقوانين الدولية وتقر به كل الهيئات خاصة الأمم المتحدة جبهة البوليساريو أكدت أن فرنسا لم تعد مؤهلة إلى الانتماء لبعثة الأمم المتحدة لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية من نورسو بعد خروجها عن الشرعية الدولية بحكم موقفها المفضوح والمنحازي للطرح المغربي فرنسا لم تتخلى يوماً عن ناجها الاستعماري والتوسعي كما ظلت تعرق المجهودات المنتظم الدولي في إيجاد حل سلمي وعادل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وما أخدمت عليه اليوم يؤكد النية المبيتة لديها في حرمان الشعب الصحراوي وتقويض حقه الثابت في الحرية والاستقلال وتعريض المنطقة للتهديدات وعدم الاستقرار ولهذا لم تعد فرنسا مؤهل للإعلان انتماء لبعثة من نورسو بعد خروجها عن الشرعية الدولية بحكم موقفها المفضوح والمنحازي للطرح المغربي البوليساريو حملت الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية عبر استفتاء تقرير المصير يؤكد المكتب مسؤولية الأمم المتحدة في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير واحترام وتطبيق الشرعية الدولية بهدف تصفية الاستعمار وإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية إلى ذلك وصف وزير خارجية الجمهورية الصحراء محمد سيداتي قرار الحكومة الفرنسية بشأن الصحراء الغربية وصفه بالموقف العيدائي والخطير سيداتي وفي تسرحات أدل بها لوكالة الأنباء الصحرائية اعتبر الإعلان عن قرار الحكومة الفرنسية بمثابة دعم مفضوح من باريس لاحتلال وحشي وغير قانوني للصحراء الغربية الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي من خلال إعلانها رسميا دعم خطة الحكم الذاتي المغربي دعمها المفضوح لاحتلال وحشي وغير قانوني للصحراء الغربية الحكومة الفرنسية كانت منذ البداية طرفا في نزاع الصحراء الغربية لقد دعمت الغزو الوحشية لأراضينا من خلال تسليح المغرب وتزويده بالتكنولوجيا والخبرة ومنحته بسخاء الوسائل اللازمة لارتكاب عدوانه على الصحراويين سيداتي أكد أن فرنسا أحبطت عملية السلام في الصحراء الغربية في المحافل الدولية متهما إياها بزعزعة استقرار المنطقة على نطاق واسع فرنسا دافعت عن الاحتلال المغربي في المحافل الدولية وأحبطت عملية السلام في الصحراء الغربية وهي اليوم تصر على تغذية نزعة المغامرة المغربية وتشجع وتدعم التصعيد في المنطقة وزعزعت استقرارها على نطاق واسع وزير خارجية الجمهورية الصحراوية دعا إلى إسقاط فرنسا من عضوية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بنارسو بعدما حرمت باريس نفسها من لعب دور بناء في التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاح من خلال استفافها إلى جانب الأطرحات التوسعية المغربية فإن فرنسا تحرم نفسها من لعب دور بناء في الجهود التي يقودها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية ولذلك ترى الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو أنه لا ينبغي لفرنسا بعد الآن أن تكون جزءا من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية استداتي أكد مواصلة شعب الصحروي الدفاع بقوة عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة رغم محاولات الاحتلال المغربي فرضى واقع جديد خارج خطة التسوية الأممية الدولة الفرنسية التي يتراجع نفوذها في إفريقيا يجب أن تجد طرق أفضل لتأكيد تحركها بدلا من القسوة ضد الشعب الصحروي مهما حدث ومهما كانت المحاكمات التي يحاول المغرب فرضها علينا بدعم من فرنسا فإن الشعب الصحروي سيواصل الدفاع بقوة عن حقوقه حتى الرحيل النهائي للمعتدي المغربي عن أراضيه والاعتراف العام باستقلاله وشرعية نظاله من أجل تقرير مصيره واستقلاله أدانت الفيدرالية التولية للصحفيين المتضامنين مع الشعب الصحروي دعم الحكومة الفرنسية لخطة الحكم الذاتي المزعوم التي يقترحها المغرب لشرعانة احتلاله للصحراء الغربية الفيدرالية اعتبرت في بيان لها أن موقف الحكومة الفرنسية اتهاك للشرعية الدولية وتأييد للواقع الاستعماري المغربي على الأراضي الصحراوية التي أعلنت الأمم المتحدة بأنها منطقة لم تتم تصفية الاستعمار منها بعد الهيئة أضفت أن فرنسا تسير عكس تيجار التاريخ وتدير ظهرها لعملية السلام بالمنطقة وأن قرارها يتعرض مع القرارات الأممية ويستحق الشجبة المضاعفة لأنه يأتي من دولة عضو في مجلس الأمن الدولي إلى آخر أخبار الإبادة الصهيونية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني في غزة بعد الفاصل وفي مستهل الإبادة تشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني 42 شهيدا على الأقل من تحت الأنقاض في منطقة بني سهيلة بعد تراجع قوات الاحتلال الصهيوني من شرق خانونس ولا تزال عمليات الانتشار متواصلة بعد وصول بلغات عن فقدان أكثر من 200 فلسطيني في المدينة التي دمر الاحتلال 90% من بنيتها التحتية هذا كل ما تبقى من بني سهيلة أنقاض تحولت لمقابر جماعية ودمار هائل أكثر من 90% من البنية التحتية جرفت حتى تواقم الدفاع المدني لا تستطيع انتشال جثة الشهداء شهداء كانوا مصابين في عداد المفقودين لأيام بعد أن تماد الاحتلال في طغيانه وجرائمه منع الإسعاف من الوصول للجرحة ما تسبب في استشهادهم وتحلل جرثامينهم فحرمهم حقوق الإنسان الأساسية والحق في إقاد الروح أعداد الشهداء في خانونس تفوق التوقعات وهناك 300 شهيد على الأقل لقد تلقينا 200 بلاغ عن فقدان مواطننا في المناطق الشرقية لخانونس انتشلنا حتى الآن 42 جثماناً من بني سهيلة ونعمل على انتشال باقي الشهداء بعد إغلاق الاحتلال للطرق وتدمير 90% من البنية التحتية في بني سهيلة القوات الإسرائيلية منعت طواقمنا من انتشال الجرحة ما تسبب في وفاتهم وتحلل جثمينهم آليات الاحتلال من دبابات وناقلات جند جرافات ضخمة التي شاركت في عمليات التدمير والتخريب كانت أداة تهجير للآلاف من ساكنة بني سهيلة إلى مناطق غربي خان يونس أثناء الاجتياح لكن وبعد الانسحاب ورغم جباروت العدوان المتكرر يسر الفلسطينيون على العودة إلى بيوتهم وتفقد ما تبقى من أحبائهم وانا والله يرجعنا عبيتنا وان شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير وهذا كل المعاناة اللي بنعنيه وانحنا والله ما معنا مغوصلات ولا معنا أي حاجة فروحنا لتقول لخلانا نرجع عبيوتنا كمان أنه يعني في الشنا لا ملجأ ولا ماء ولا أي حاجة لا ماء ولا الله يكرمك ما مات حتى ما فيه فإحنا هاي اللي شجعنا نرجع عبيوتنا كمان مرتان وان شاء الله حلما تأمنين فالله خير راجعوا وحطوا أمل في وجه الله ومش عارف انظرنا طيبين ولا ميتين والله ما صلى على سيدنا محمد بردك فده فده الوطن برغم المعاناة هادي صبرين وان شاء الله حننتصر على الظلم وحسب يا الله ونعم الوكيل عقل ابن حراء بس أنا هين مراوحي ماشي جيت من عند مستشفى ناصر ماشي وهين حراوح ماشي عائدون صامدون لا يهتمون بما ينتظرهم هذه كرامتهم وعقيدتهم لأنهم أينما ذهبوا وجدوا الموت وحاصرهم أما عقيدة الاحتلال الصهيوني منذ أن دنسوا الأراضي المحتلة ألا يخلف وراءهم إلا الخراب أينما وقعت أقدامهم تركوا الموت وراءهم عرضت المقاومة الفلسطينية مشاهدة من قصف جنود الاحتلال وآلياته في محاول التقدم بمدينة خانونس قبل الانسحاب وبثت سرية القدس الجناح العسكري لحركة الجهد الإسلامي عبر قناتها في تيلجرام مشاهدة لعملية دك القواعد العسكرية وجنود الاحتلال المتواغلين شرق خانونس بقضائف الهون وهذا بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة استشد واحد وعشرون فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات الثلاثة في قصف جويا شنته قوات الاحتلال الصيوني على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة وأفادت مصادر الطبية بارتقاء 12 شهيدا في قصف صيوني استهدف فلسطينيين عند مدخل مخيم النصيرات فيما أصيب آخرون المصادر ذاتها أعلنت أيضا عن استشهاد تسعة فلسطينيين إثر غارات لفتها طيران الاحتلال الحربي على مخيم البريج حيث نقلت جثامينهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع هذا وارتكبت قوات الاحتلال الصيونية ثلاثة مجزر أخرى في قطاع غزة رحض حيثها 37 فلسطينيا إلى جانب إصابة 73 آخرين خلال 24 ساعة وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصيوني المتواصلي على القطاع إلى تسعة وثلاثين ألفا وأربعمائة شهيد بالإضافة إلى إصابة تسعين ألفا وتسعمائة وستة وتسعين جريحا منذ بدء العدوان في السابع أكتوبر الماضي تشهد المخيمة المقتضة التي تؤوي مئات الألاف من الفلسطينيين في قطاع غزة تشهد تفشيا مقلقا للأمراض الجلدية بسبب تدمير الاحتلال الصيوني للبنية التحتية للمياه والتطهير كما تعرف الأقسام المتبقية من المستشفيات في قطاع غزة بأنازحين المصابين وبالأمراض الجلدية المتنوعة خاصة بين الأطفال جراء جرثومة تصيب الجلد نظرا لنعدام النظافة والتهوية والعلاش في تفاصيل الإبادة الصهيونية بقطاع غزة تفتك الجراثم والأمراض الجلدية بحياة النازحين وأطفالهم بفعل التلوث ونقص الرعاية الصحية اللازمة جراء خروج أغلب المشافي عن الخدمة الرضيعة شام الهسي تعد وحدة من بين آلاف المصابات بالتهابات جلدية غرب مدينة غزة سببت لها حما وتورمات وجفافا في معظم جسدها فجأة طلع البنت في راسها وحبة صغيرة أنا حكيت عادي من الحر وحرارة يمكنه شوب وإشي بأسر على الجلد على الطفل ثاني يوم صار ينتشر في جسمها وجهها انتلة صار مرعب الحشرات الدبان دايما على وجهها بيكون الله يعزك في الحمامات وعلى الزبالة وبيجي على الإيديها وعلى وجهها هذا التلوث الكبير محمد أبو عبيد رضيع آخر أصيب بعدو البكتيريا الجلدية وقد تفاقمت حالته الصحية بفعل عجز أوليائه عن توفير الأدوية لعلاجه بعدما التهبت أثمانها أضعافا مضاعفة جراء الحصار الصهيوني عدوى قلة نظافة بكتيريا مياه ملوثة فيش منظفات فيش صبون فيش حمامات يعني شامبو بيجي بيقولك العلبة شامبو ميت شاكل صبونة علبة الصبونة خمسة وعشرين شاكل قلة المنظفات عامة هذه هي سبب التلوث هي خلتنا ما نقدرش نغسل لأولادنا داخل خيمة نزوح متواضعة لا تقيها حر الصيف ولا برد الشتاء تعاني تولين مشرود من مضاعفات إصابتها بتقرحات جلدية مست جل جسدها تخشى والدتها أن تسوء حالتها في غياب العلاج وجهها كان أول شي حبها وقاله أسبوع بنشر صار ينشر في بطنها وفي إيديها وفي وجهها وهي بيطلع لسه في وجهها وفقها جبها وصار يطلع في رأسها من تحت وفي بطنها وبيجع المشكلة بيجع وبسخن في الليل وملهوش علاج أو إذا إلو علاج شرية وإحنا منقدرش نشتريه قد ما نحاول يعني إنه ننظف ونعمل إيك عشي فاضي إحنا عايشين في خيم تطلع عينا حشرات غريبة وغدا الحب ملهوش علاج مية قد ما تحمل في النهار وقد ما تنظف عشي فاضي إحنا برضو في النهاية عايشين في الشوارع في مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة تستقبل عيادة الأمراض الجلدية لوحدها نحو خمسمائة مصاب يوميا توصف حالة الكثير منهم بالحريجة بفعل نزوحهم في مناطق انتشار مياه الصرف الصحي والنفايات والحشرات الناقلة للأمراض المعتكة أعلنت وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تسجيل نحو أربعين ألف حالة إصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي في غتاع غزة منذ بدء العدوان في السابع أكتوبر الماضي الوكالة كشفت في مشهور عبر موقعها الرسمي على منصة إكس عن تسجيل ثمانمائة إلى ألف إصابة جديدة بالوباء أسبوعيا تخص فقط الحالات المبلغة عنها على مستوى المراكز الصحية والملاجئ التابعة لها في القطع ثمانمائة إلى ألف حالة التهاب كبد فيروسي جديدة يتم الإبلاغ عنها أسبوعيا في المراكز الصحية والملاجئ عبر جميع أنحاء قطع غزة أيما مجموعه نحو أربعين ألف مصاب منذ بدء الحرب تسهل الظروف الصحية اليائسة انتشار الأمراض بما في ذلك التهاب الكبد صنف ألف قصفت المقاومة الفلسطينية الثلاثاء جنودة وآليات الاحتلال الصيوني المتمركزين في محيط معبر رفاح جنوب قطاع غزة بقضائف الهاون وبث الإعلام الحربي لساريا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في حسابه بمنصة تيليجرام مشاهدة من عملية القصف ينفذ الاحتلال الصيوني عدواناً على الفلسطينيين فضلاً عن حرب واسعة ضد الاقتصاد الفلسطيني واستهداف القطاع الزراعي في غزة والضفة الغربية ما أدى إلى تدمير أكثر من 75% من القطاع في مختلف المحافظات حسب التقارير الميدانية لاتحاد لجان العمل الزراعي لا الظروف صعبة ولا الاستهدافات مباشرة للأراضي الفلاحية أنقصت من عزيمة وإصرار يوسف وإخوته على إعادة الحياة إلى دوار النابلسي من أراضي مدمرة أتلفتها سواريخ العدو إلى هكتارات خضراء تتوسط الخراب 40 ألف شتلة زرعها يوسف بأماكن متفرقة من حيه ليكسر بها حاجز المجاعة والحصار المفروض عليهم لأكثر من عشرة أشهر كنا نعيش أصعب أنواع المجاعة لم يكن أي نوع من المقاومات الأساسية التي يمكن أن نعيش عليها كالدقيق والبعض الفضروات أو الفواكه أو اللحم كانت غير متوفرة فمن هنا أتت الفكرة أنه إحنا نقدر نرجع نزرع فأنا وأخوي المهندس عمرو كمان وأبوي الداعم كان إنا أنه بدنا نزرع بدنا نرجع للأرض كيفما كانت الظروف بالرغم أنه ظروف صعبة وقصف واستهدافات مباشرة في هذا المكان أو في الأراضي الزراعية إلا أننا أصرينا على البقاء وعلى الزراع وعلى الإنتاج يقف يوسف وسط أرضه متحدثاً بينما تظهر خلفه آثار الدمار يجرف المحتل الأرض ويحييها الفلسطيني من العدم على اعتبارها مصدر رزقه الوحيد هكتارات من محاصيل شاسعة كان يمتلكها يوسف وعائلته دمرها المحتلب الكامل وههم اليوم يحاولون إنقاذ ما تبقى من بذورها وتأمين المياه والطروف المناسبة لزراعتها قمنا بتنظيف وإزالة الركام والردم أنا وأخوتي وتم تنظيف هذا المكان وحصننا على الأشتال والبدور من المحاصيل التي تم تركها سابقاً والتي جفت بفضل استمرار الحرب وعدم الوصول إليها فأخذنا هذه البدور وهذه الأشتال ثم زرعناها في هذا المشتل البسيط وأنتجنا عدد منها والحمد لله أكثر من خمسين بالمئة من الأرض في غزة تعرضت للتلف منذ بداية الحرب وفقاً لدراسة المشتركة نشرتها منظمات الأمم المتحدة هذا الشهر مع تقييد قوات الاحتلال وصول المساعدات الغذائية إلى الشمال لكن الفلسطينيين في غزة يسرون على زراعة ما دمره الاحتلال في رسالة تحدي وصمود واضحة أكدت الأمم المتحدة أن القانون الإنساني الدولي يحضر بشكل قاطع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير خزان المياه في مدينة رفاح جنوب قطاعي عزة وفي تسرحات صحفية الأثنين قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إنه يمنع منعا باتا مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة بما في ذلك الموارد المائية بموجب القانون الإنساني الدولي لافتا إلى أن الكيان لديه فشل موثق في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وأشار اللورانس إلى أنه من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في الكيان اعتقلت قوات الاحتلال الصيونية 15 فلسطينيين على الأقل ضمنهم أطفال وأسرى سابقون خلال حملة اقتحامات ومدهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثة وفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن عمليات الاعتقال شملت محافظات رمالله وبيت لحم وقلقيليا نابلس وطولكرم ورفقت عملية تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى تخريب وتدمير للمنازل والممتلكات الهيئتان أعلنت عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة المحتلة منذ بدء العدوان على غزة إلى 9870 حالة اعتبرت المقاومة الفلسطينية بأن جثامين الشهداء ومشاهد الدمار التي خلفت قوات الاحتلال المساحبة من شرق خلونس جنوب قطاع غزة تؤكد سياسة الإبادة والتدمير وإعدام الحياة المدنية التي ينتهجها الكيان الصيوني كهدف للحرب الانتقامية ضد سكان القطعة قالت حركة حماس في بيان لها أن المنظومة العربية وتلك المنظومة الدولية عن اتخاذ إجراءات فعلية لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته شجع الكيان على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي موسيقى موسيقى شنت قوات الاحتلال الصيونية الثلاثاء غارة جوية استهدفت مباني السكنية في حارة حريك بالضحية الجنوبية للعاصمة بيروت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية أفادت بأن الغارة الصيونية نفذت بمسيجرة أطلقت أو أطلقت ثلاثة صواريخ مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد كبير من اللبنانجين وانهيار المبنى المستهدف فيما نقلت وكالة رايترز عن مصدر أمني تأكيده أن الغارة الصيونية استهدفت فؤاد شكر وهو قائد وصفته بالكبير في حزب الله إلا أن مصيره غير معروف لحد الآن ونتابع هذه الصور المباشرة لتواصل عمليات الإغاثة حول المبنى الذي تعرض القصف بالناحية الجنوبية للعاصمة بيروت وتحديدا في حارة حريك بعد استهداف من طرف قوات الاحتلال الصيوني الثلاثاء بغارة استهدفت مبانية سكنية في الحارة وذلك بالتزامن مع إعلان مصادر مقربة لحزب الله اللبناني تحدثت إلى وكالة رايت روترز منذ قليل أن فؤاد شكر لا يزال على قيد الحياة وقد نجى من الغارة الصهيونية على حارة حريك بالضحية الجنوبية للعاصمة بيروت وهو ما يعني عمليا بأن العملية التي استهدفت شكر قد منيت بالفشل هذا وتوصلت دعوات لدول عربية وغربية ثلثة إلى رعيها لتجنب السفر إلى لبنان ومغادرتها مع تزايد المخاوف من شن الاحتلال الصيوني عدوانا على البلاد أطلقت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرا من السفر وأدعت رعيها إلى مغادرة لبنان كما حثت إيطاليا مواطنيها على مغادرة البلاد فورا في المقابل أوسط الخارجية الأردنية في بيان لها رعيها بتجنب السفر إلى لبنان على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراحل وكانت السفرتان الأمريكية والنرويجية في بيروت ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية ونظيراتها الدنماركية والفرسية والبلجيكية قد حثت مواطنيها على مغادرة لبنان دافعت إيران عن حقها في الاستخدام السلمي لطاقة الذرية وأكيدة أنه حق لا ينكر للدول العضاء في معاهدة حضر انتشار الأسلحة النووية الممثل الدائم لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جناب علي بحريني في كلمات أنقها بالاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حضر انتشار الأسلحة النووية في جناب انتقد ما اعتبره إساءة استخدام بعض الدول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام مراقبة الأنشطة النووية لعدد من البلدان بحريني أشار إلى الحق في تطوير الطاقة النووية لأغراض السلمية وفق ما تقتضيه المادة الرابعة من المعاهدة لا يجوز تفسير أي من أحكام المعاهدة بطريقة تحرم الدول الأعضاء من حقوقها التي لا تنكر ويمنعها من الانتفاع الكامل بحقوقها وفقا للمعاهدة الدول الأعضاء في معاهدة حضر الانتشار النووي اتفقت في إطار مؤتمرات المراجعة على ضرورة إعطاء الأولوية للدول غير النووية الأعضاء في معاهدة حضر الانتشار النووي في جميع الأنشطة التي تتم لتطوير الطاقة النووية السليمة ولكن من الناحية العملية نشهد أن البلدان غير الموقعة على المعاهدة والتي بادرت إلى إنتاج الأسلحة النووية تحظى بالأولوية في التعاون النووي أدى الرئيس الإيراني المتخب بسعود بسيكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الثلاثاء يصبح رسميا الرئيس التاسع للجمهورية خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي وفي كلمتي عقب أداء اليمين قال الرئيس الجديد لإيران إنه سيقود حكومة وثاق وطني متعهدا بأن بلاده ستبدأ فصلا جديدا سيعمل من خلاله على حماية حقوق الشعب الإيراني على المستوى الدولي ورفع الحضر الاقتصادي عن إيران على حد تعبيره أعتبر تطبيع علاقات إيران الاقتصادية والتجارية مع العالم حقا غير قابل للتصرف لإيران ولن نتوقف عن طريق رفع العقوبات القاسية ندعو الدول الغربية إلى فهم الحقائق وإقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل والمساوية نحن على استعداد لإدارة التوترات والدخول في حوار مع الحكومة التي لم تفهم باد كرامة إيران وموقفها حكومتي لن تخضع أبدا للإكراه والضغط وازدواجية المعايير هذا واعتبر بس شكيان بأن الدول التي تدعم قتل الأبرياء في غزة من خلال توريد الأسلحة للكيان الصيوني لا يمكنها أن تقدم دروسا في الإنساني أولئك الذين يوردون الأسلحة التي تقتل الأطفال في غزة لا يمكنهم تعليم الإنسانية والتسامح مع الآخرين لا أحد في العالم يقبل تشجيع ودعم رئيس النظام الذي يحارب النساء والأطفال في غزة ويلقي القنابل عليهم بصفته ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شارك رئيس المجلس الشعبي بالجزائر إبراهيم بغالي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود باشيكيان وفاد بيان لغرفة السفلة للبرلمان الجزائري بأن بغالي شارك في مراسم التنصيب إلى جانب عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثلهم بالمختلف دول العالم أكد رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق محمد تشتية الثلاثاء فلسطين تنسق خطواتها بشكل حثيث مع بحثة الجزائر في الأمم المتحدة اشتياه في تصريح للصحف عقب لقائه بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أكد أن الخطوات الجزائرية الفلسطينية تستهدف تحويل الرأي الاستثاري لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات أممية وحماية الحق الفلسطيني الجهد الذي تبدل الجزائر من أجل الدفاع عن فلسطين من أجل الدفاع عن قضية فلسطين من أجل الدفاع عن شعب فلسطين من أجل حماية القضية الفلسطينية من أجل وقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ضد أهلنا في كطاع غزة وبقية أنحاء الأراضي الفلسطينية وما تتعرض له مدينة القدس أيضا من اعتداءات من قبل المجرمين المستوطنين وأيضا استمعت إلى النصح والإرشاد فيما يتعلق بحرص الجزائر على الوحدة الوطنية الفلسطينية التي بدأت من هنا وإن شاء الله أنها تستكمل في القريب العاجل بعد أن كان هناك بعض المشاورات الفلسطينية الفلسطينية في الصين وأيضا فريق معالي أخي وزير الخارجية الذي يعمل في الأمم المتحدة نحن ننسك خطواتنا بشكل حثيث وبشكل يومي من أجل أن نحول الرأي الاستشاري الذي جاءت به محكمة العدل الدولية إلى قرارات أممية تدين إسرائيل من جهة وتحمل حق الفلسطيني من جهة أخرى أكدت الصين عن وجود إرادة سياسية قوية للجزائر وبكين لتعزيز شراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما تحت قيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظير الصيني شي جينبين وخلال حفل نظم بمقر سفرة بلاده بالجزائر بمناسبة الذكرى السبعة وتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني أشهد السفير الصيني ليجعا بالمستوى الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين السفير الصيني وصف بلاده بالشركة التجارية الرئيسية للجزائر مشيرا إلى تجاوز المبادلات التجارية حاجز عشرة مليارات دولار لأول مرة خلال السنة الماضية بالإضافة لتعاون في المشاريع الاستراتيجية على غرار خط السكة الحديدية غار جبيلات وكذا في مجالات الرقمنة والتقاط المتجددة سجلت إمدادات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا ارتفاعا قياسيا خلال النصف الأول من السنة الجارية ما يعزز من مكانة الجزائر كأكبر مورد لشبه الجزيرة الإيبرية بالوقود الأسرق الجزائر تؤكد مجددا على مكانتها المحورية في سوق الغاز العالمية حيث احتلت الصدارة كأكبر مورد للوقود الأسرق إلى جبه الجزيرة الإيبرية خلال النصف الأول من السنة الجارية بيانات صادرة عن شركة إيناغازا الإسبانيا أظهرت ارتفاعا قياسيا في مساويات تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا بأكثر من 37% من إجمال واردات الغاز لهذا البلد خلال السوداس الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حجم الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا تجاوز حاجز 6 مليارات واربعمائة وثمانية ملايين متر مكعب خلال الفترة الممتدة من جونفي إلى جوان الماضي وهو ما عزز من مكانة الجزائر كركيزة أساسية في تلبية احتياجات إسبانيا من الغاز الطبيعي متجاوزة بذلك روسيا التي بلغت نسبة تغطية صادراتها الغازية لحاجيات شبه الجزيرة الإيبرية 21.9% تليها الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المرتبة الثالثة من حيث حصة صادرات الغاز إلى إسبانيا بعد أن بلغت 18% من إجمالي الصادرات هذه الطفرة في الصادرات أثبتت قدرة الجزائر على الاستجابة بفعالية للطلب العالم المتزايد على الغاز الطبيعي أرقام وبيانات تؤكد دور الجزائر كمورد آمن وموثوق للطاقة مع مواكبة المتغيرات الدولية بحكمة ومرونة تعتزم شركة سونتراك الجزائرية وشركة ستريم فلو أندستريز ليميتد الكندية إنشاء شركة مختلطة تختص في تصنيع رؤوس الآبار النفطية ورؤوس الإنتاج وملحقات المعادات الخاصة بإنتاج الغاز والبترول أفاد بيان للشركة الجزائرية سونتراك بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية مع الشركة الكندية تهدف إلى تأثير الأشغال المتعلقة بتقييم فرص إنشاء شركة مختلطة وتندرج الاتفاقية في طار استراتيجية سونتراك الرامية إلى تعزيز التحكم في العمليات المتضمنة في مخططها التنموي بإبرام شركات تهدف إلى تصنيع المعدات البترولية ذات التكنولوجيا العالية محليا أدانت الأمم المتحدة بشدة لاثنين الهجمات العشوائية على المدنيين في مدينة الفاشر بالسودان التي وقعت السبت وأدت إلى وفاة وإصابة ما لا يقل عن سبعة وتسعين شخصا وشددت منصقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نيكويتا سلامي في بيان على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون البنية التحتية المدنية هدفا وهي محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ودعت الأطراف المعنية إلى وقف نزاعي وبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين والسماح لهم بحرية الحركة ومواصلة حياتهم اليومية المسؤولة الأممية حذت المانحين على تكثيف الجهود على وجه السرعة للوفاء بالتزاماتهم كي تتمكن المنظمات الإنسانية من تلافي خطر انتشار مجاعة واسعة النطاق رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرسونشيز الثلاثاء لإدلاء بشهادته بشأن اتهامات موجهة لزوجاته تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتوجه القاضي خوان كارلوس بن عدو الذي يقود التحقيق الأولي إلى مقر إقامة سونشيز الرسمي لاستشواب رئيس الوزراء كشاهد في القضية لكن الأخير استخدم حقه في عدم الإدلاء بشهادته حسب ما يكفله القانون الإسباني وفق ما أفد به محامون كانوا في الجلسة بيدرسونشيز متغطرس كما اعتدنا أن نراه في الكونغرس الإسباني رفض الإدلاء بمعلومات عن الحقاق التي شهدها وسنرى كيف ستكون العواقب إذا كان فعلا كما يقول بأن الاتهام يرتكز على معلومات زائفة فهذه مناسبة جيدة لكشف هذه الأخبار الكاذبة وإثبات ما يقول بصراحة الصمت يغذي شكوك أن أتحدث من وجهة نظر غير إجرائية إنه يغذي المزيد والمزيد من شكوك المواطنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثة عن تقديم واشنطن تمويلا عسكريا للفلبين بقيمة نصف مليار دولار ويزور بلينكين مانيلا برفقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كجزء من جولة في منطقة أسيا والمحيط الهادي تهدف إلى تعزيز تحالفات واشنطن الهادفة لمواجهة بكين ووصف بلينكين الحزمة الجديدة بأنها استثمار يتم مرة في كل جيل للمساعدة على تطوير القوات المسلحة الفلبينية وخفر سواحل نخصص الآن مبلغا إضافيا قدره نصف مليون دولار كتمويل عسكري أجنبي للفلبين لتعزيز التعاون الأمري مع أقدم حليف لنا ضمن معهدة في هذه المنطقة التمويل استثمار يتم مرة في كل جيل وهو جزء من مبلغ قدره ملياري دولار كتمويل عسكري خارجي أقرته الولايات المتحدة في أفريل الماضية ويأتي في وقت تعمل الفلبين على تطوير قواتها المسلحة وتعزيز خفر سواحلها أكدت روسيا أن وسائل الإعلام الغربية لا تخجل من تهم روسيا باطلا بتورطها في شن هجمات على البنية التحتية الفرنسية في أولمبياد باريس وقال المتحدث باسم الرئاسية الروسية ديمتري بيسكوف الاثنين أن الكريملين يعتبر الدعاءات وسائل الإعلام الغربية معلومات مظللة واتهامات غير مؤكدة ولا أسس لها من الصحة مضيفا في التصريحات الصحفية أن الإعلام الغربي لا يتوقف عن اتهام روسيا بأي شيء لا يجري على ما يرام مضيفا أن هذه السياسة لا تعكس صورة إيجابية لمصادر المعلومات الموطوقة التي تستخدمها هذه الوسائل الإعلامية تواصل اليابان تصدر الترتيب العام للميداليات برسيد 13 ميدالية منها 7 ذهبيات وفضيتان وأربع برونزيات منذ الانطلاق الفعلي للأولمبياد اليابان في المركز الأول مؤقتا متبوعة حقق البرازيلي جابريال مادينة إنجازا تاريخيا بتحطيمه رقما قياسيا أولمبياد وتواجه فرنسا بداية من اليوم أول موجة حر شديدة في عام 2024 وتصل درجات الحرارة حسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أربعين درجات مئوية ستمتد من الجنوب إلى الشمال الفرنسي وهو ما يعني تهديد سير الرياضات ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي تقيمها الدولة الموظيفة في الفضاء المفتوح بسبب تأثيرها على الرياضيين وأيضا على الجماهير اعتبارا من الغد سترتفع درجات الحرارة ومعها الهواء الدافئ شمالا ما يفوق 35 درجة مئوية ومن الممكن الوصول إلى درجات أكبر حيث من المنتظر أن يكون اليوم الأكثر حرارة أيضا يمكننا القول أن درجات الحرارة في حدود 35 درجة ممكنة مرة أخرى يوم الأربعاء عندما تحضر الأحداث الرياضية في هذا التقس الحار بالطبع أن الأمر سيشكل خطرا يجب التفكير في ارتداء القباعات للحماية من أشعة الشمس الحارقة مما يجعل من الممكن تفادي الأضرار الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة جدا يسعى الوفد الفلسطيني المشارك في أولمبياد باريس إلى دخول التاريخ بتحقيق نتائج إيجابية ويبحث الرياضيون الثمانية الممثلون الفلسطين في الظهور الأولمبي الثامن لبلدهم عن نسيان الصعوبات الكبيرة التي رفقتهم طوال تحذيراتهم للععاب الأولمبية جراء الجرائم الإنسانية التي يرتكبها العدوان الصيوني في قطاع غزة والتي لم تسلم منها الحركة الرياضية ومن بين أبرز الرياضيين المعليين بمنافسة في قادم الأيام العداء محمد دودار الذي أجرى مرحلته الإعدادية الأخيرة للأولمبياد في الجزائر طوال شهر اجن كاملين نحن هنا نحن فلسطينيون نعشق المنافسة لأننا أقوياء هذه هي النقاط الرئيسة نحن شعب نتواجد حيث يتواجد الجميع وننافس مثل ما يتنافس الجميع ونشارك مثل ما يشارك الجميع ما يثبت كلامي هو عدد الرياضيين الفلسطينيين المرتفع بقارنة بالمشاركات السابقة لسنا الأولين ولن نكون الآخرين ونأمل جلب المزيد من الرياضيين والناس كل عام في داخلنا كتير أمور ما بين الفرح ما بين الغصة ما بين كتير شغلات بس نحن نحاول نسيطر نعكس صورة كتير إيجابية ونعكس حال المجتمع اللي نحن موجودين فيه ونعكس كتير أمور وبالنهاية نحن سفراء لأي دولة فلسطين في أي دولة وصلنا لها فلازم نعكس هذه الصورة ونكون خير سفير لدولة فلسطين بأخبار أولمبياد باريس سنختم النشرة الرئيسية تابع أثواني فوريوز على منصات تواصل الاجتماع المختلفة كما تجدون أيضا موقع الإلكتروني في خدمتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة